السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني التجاري معكم استاذ محمد عرفات معلم مواد قانونية ان شاء الله النهاردة هنتكلم بشكل عام عن مادة القانون التجاري في الصف الثاني التجاري معروف ان انت عندكم في سنة تانية عندكم اربع مواد قانون عندك قانون تجاري قانون المرافعات قانون المدني قانون العقوبات ان شاء الله النهاردة هنعمل تعريف عام بمادة القانون التجاري الترمي الاول والترمي التاني بحيث نحن بعرفين المادة ماشية ازاي بالزبط وايه المواضيع اللي فيها هنعمل ناخد شوية تعرفات وشوية شروط كده خاصة بالمادة بحيث ان احنا نقدر نفهم المادة بتاعتنا ماشية ازاي بالزبط مواد القانون بتعتمد على الفهم ثم الحفظ يعني لو انت فهمتها كويس جدا هتلاقي الموضوع سهل جدا في الحفظ ما دخلتش كل حاجة حفظ مرة واحدة من غير فهم لازم الاول تعود نفسك ان انت تفهمها لو لقيت نفسك فيهمت هتلاقي الموضوع سهل جدا في الحفظ مادة القانون التجاري هنتكلم فيها عن في البداية عن الاوراق التجارية والاوراق التجارية عندي كذا نوع من الاوراق زي الكنبيالة زي الشيك زي السند الازني والامر السند الازني او السند الامر دول حاجات مهمة جدا هنعرفها وهنعرف تفاصيل كل حاجة خاصة بالاوراق التجارية سواء الكنبيالة او الشيك او السند الازني مين هم الاطراف مين اللي بيعملوا الشيك من اللي بيعمله الكمبيالة مين هو الشخص ساحب مين هو الشخص المصحوب عليه مين هو الشخص المستفيد هنعرف ده كله طيب امتى لما نعمل الكمبيالة تكون صحيحة او نعمل الشيك يكون صحيح امتى يبقى الشيك باطل او تبقى الكمبيالة باطلة هنعرف كل التفاصيل الخاصة بها لان هناك شروط موضوعية وشروط شكلية خاصة بالكمبيالة او بالشيك او بالسند الازني هنعرف التفاصيل بتاعتها دي كلها وهنعرف كمان مين الشخص اللي من حقه ان هو يعمل الكنبيالة او يعمل السند الازني هنعرف ده كله كويس جدا طيب فيه بعد كده هنتكلم عن بعض العقود زي عقد النقل زي عقد السمصرة زي عقد الوكالة هنعرف اطراف مين هما الاطراف بتوع عقد النقل هنعرف مين هما الاطراف بتوع عقد السمصرة لكذلك عقد الوكالة وهنعرف تفاصيلهم وايه الالتزامات اللي بتاقع الاطراف اللي موجودة فيهم ومين هم الأطراف كذلك بعد كده هنتكلم في النهاية خالص في نهاية المادة عن الشركات التجارية ونفرق ما بينهم ما بين الشركات المدنية نعرف إيه هي أنواع الشركات عموما ونفرق ما بين الشركات التجارية والشركات المدنية ونقدر كمان نفرق ما بين الشركة والجمعية إيه هي الشركة وإيه هي الجمعية وإيه الفرق ما بينهم كذلك نعرف تأسيس الشركات التجارية إزاي بتتأسس وإيه هي الشروط بتاعتها سواء شروط موضوعية شروط شكلية هنعرف تفاصيل دي كلها ان شاء الله في مادة القانون التجاري موضوع بتاعنا جميل جدا انت تبقى مستمتع عموما وانت بيتذاكر مادة القانون انا بحاول بقدر الامكان اشرح بشكل عام عشان ابسط لك الامور خالص ما تبقاش متعقد من اي حاجة خالص فهنبدأ دلوقتي بداية بس عن القانون التجاري ونعرف ايه هي الاوراق التجارية بتاعتنا اولا بيقولك ان الاوراق التجارية هي صقوق مكتوبة وفقا لقواعد شكلية بيحدد القانون او العرف التجاري وتتضمن الالتزام بدفع مبلغ نجد واحد وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية صقوق مكتوبة يعني ورقة مكتوبة بس الورقة دي انا مش بكتبها من النفسي لا طبعا ده انا بكتبها وفقا لقواعد شكلية القانون هو اللي بيحددها يعني انا مش بعمل ورقة تجارية كده من النفس وخلاص بجيب اي ورقة وخلاص وكتبها بخط اليد وقول دي ورقة تجارية كمبيالة او شيك او سند لا طبعا ده أنا بكتبها زي ما القانون بيقول بالضبط وبنفس المواصفات والشكل اللي القانون قال عليه يبقى إذن هي كلمة سكوك مكتوبة سكة يعني وركة طيب أول عرف التجاري واتضمن الزام بدفع مبلغ نقدي واحد طب أنا لما بعمل الكنبيالة أو الشيك دوت إيه اللي أنا بعمله فيه؟ أنا بكتب فيه أن أنا علي مثلا فلوس لشخص معين طبعا عليها عشر تلاف ينفع أول مثلا عليها عشر تلاف وجزء تاني عليها عشرين ألف في نفس الكنبيالة أو في نفس الشيك لا طبعا أنا بكتب مبلغ نقدي واحد يعني لما بعمل شيك بكتب مثلا شيك اللي أنا عليه عشر تلاف يبقى مبلغ واحد بس منفعش أزود أكتر من مبلغ بعد كده وتكون قابلة للتداول بالطريق التجارية وانعرف التداول عندي اللي هو النوعين من التداول فيه تداول عن طريق التزهير وفيه تداول عن طريق النقل والتسليم عن طريق المناولة والتسليم هنعرفهم إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد بس إحنا بناخده للتعريف عام عن المادة يبقى الأوراق التجارية سقوك مكتوبة وفقا لقواعد شكلية بيحددها القانون تضمن طبعا الزين بدفع مبلغ نقدي واحدة وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية طيب الأنواع أو الخصائص عموما بتاعت الأوراق التجارية بس عشان تبقى فاهم دايما إن الخصائص دايما منجبها من التعريف يعني لو بصيت للتعريف بتاع الأوراق التجارية وبصيت على الخصائص هتحس إن أنا جايب الخصائص من قلب التعريف أول حاجة في الخصائص الأوراق التجارية أنها سقوك مكتوبة سق مكتوب يعني ورقة مكتوبة دي واحد خلي بالك برضو لازم أن تكون ورقة مكتوبة لأسباب بسيطة هو أنا ينفع أعمل كمبيالة أو شيك على نفسي شافة ويه؟ طب إزاي؟ إلا هيثبت إن فيه كمبيالة أو شيك عليها يبقى لازم أن تكون حاجة مكتوبة شاء لو حصل خلايا فأنا ما سددتش الفلوس اللي عليها بتروح ترفع دعوة فطبيعي المحكمة هتطلب منك أوراق تثبت إن إنت لك حق طب إلا هيثبت إن إنت لك حق لو إنت مش عامل كمبيالة أو شيك مش كاتبهم فإزا لازم تكون كمبيالة أو شيك أو عموما يعني الأوراق التجارية لازم تكون سقوك مكتوبة يعني ورقة مكتوبة دي واحد اتنين موضوع الوراق التجارية يمثل مبلغ من النقود يعني الأوراق التجارية هنا لازم يكون مبلغ نقدي مبلغ من النقود ليه؟ لأن أنا عندي ماينفعش إن أنا في الأوراق التجارية أنيكون مثلا كاتب عربية شقة أنا ليك مثلا أكتب شيك على نفس إنت عليك إن أنا عليك شقة ماينفعش طبعا ماينفعش إننا أكتب عليك البيت لا طبعا أنا لما بقى كتب شيك أو سند أو بكتب كنبيالة لازم تكون متضمنة إن أنا عليك مبلغ من الأموال مبلغ نقدي خلي بقى كوينا كمان قال النقود ما قالش حاجة مادية لما يقول أي حاجة تقدر بمال يعني لو قال شيء مادي مثلا يبقى اي شيء يقدر بمال عربية شقة ارض فلوس انما هنا بيقولك مبلغ نجدي اذا لازم يكون الموضوع الوراق التجارية او النقود تلاتة قابل يطهر للتداول بالطرق التجارية انا قلتلك ان من شوية ان انا عندي التداول التداول بيتم عن طريق حاجة تسمى التزهير وحاجة اسمها التسليم والمنولة فاذا هي هنا الاوراق التجارية قابلة ان هي تتداول من شخص الى اخر ان انا انقلها من شخص للتاني فيه بعد كده رقم اربعة واجبت الدفع في اجل قصير خدنا فسنة اولى ان الاوراق التجارية او الاعمال التجارية عموما بتعتمد على السرعة يعني لازم الاعمال تتمي كلها فصل يعني في خلال مثلا اكتب على نفس كمبيالة لازم في خلال مثلا سنتين تتسدد الكمبيالة لان ده عمل تجاري فالعمل التجاري بيعتمد على السرعة ما ينفعش ان انا ازود المدة فلازم اللي هو عارف انجاز عكس الاعمال المدنية انا ممكن مسلا اشتري منك حاجة كعمل مدني اسدد فلوسها مسلا على مدار عشر سنين عشر سنين سنة عادي ده اعمال مدنية انما لو كانت اعمال تجارية لا لازم طبعا تبقى المدة صغيرة جدا لان الاعمال التجارية بتعتمد على السرعة يبقى كده بنقول واجبت الدفع عادة في اجل قصير رقم خمسة كبول العرف لكادات وفاء طيب انا اشتريت منك عربية مش معايا فلوس يسدد دلوقتي فقلتلك انا هكتب على نفسي كمبيالة تثبت ان انت ليك حق طب هل كده يعتبر لو انا كتبت على نفسي كمبيالة او الشيك يعتبر لانا سديت الفلوس اه لان انت كده اتطمنت انت لما خدت مني كمبيالة ضمنت فلوسك طب انا لو قلتلك ما اشتريت منك عربية قلتلك هبقديك الفلوس بعد شهر بالبقى بس هل انت كده اتطمنت على فلوسك اكيد لا طبعا هتبضى من حقك برضو لا صعب جدا صحي كده طب انما لما نكتب على نفسي كمبيالة او شيك وسلمها لك انت كده يعتبر ضمنت حقك وضامن ان انت هتستيل فلوسك ولو حصل اي مشكلة بتروح على طول المحكمة ترفع دعوة بناء على الكمبيالة او الشيك او السند اللي انا ماضي عليه واللي انا كتبه على نفسي طيب فيه بعد كده برضو خاص بالاوراك التغيرية اللي هي الانواع بتاعتنا انا قلتلك فيه كمبيالة فيه شيك فيه سند ازني فيه سند الامر هنعرفهم واحدة واحدة بداية نتكلم على الكمبيالة الكمبيالة عبارة عن ورقة تجارية تتضمن امر من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين لازن شخص ثالث هو المستفيد او لحامل الورقة تعال بقى نفهمها واحدة واحدة جدا موضوع الكمبيالة اولا الكمبيالة انا بتكلم فيها عن ثلاث اشخاص ساحب مسحوب عليه مستفيد اتمنى ان انت تعملها في ورقة كده وتكتبها زي ما انا بشاور لك كده بالظبط ساحب فوق تحتيه مسحوب عليه تحتيه مستفيد نحفظ تعريف بسرعة ساحب بيؤمر شخص المسحوب عليه اللي هو البنك او شخص طبيعي ان يدفع مبلغ من الاموال في معاد معين لشخص ثالث اسمه المستفيد يبقى الساحب بيكتب على نفسه كمبيالة بيؤمر فيها شخص البنك او الشخص الطبيعي اللي هو المسحوب عليه ان يدفع مبلغ من الاموال لشخصه بيسمه المستفيد يبقى انا عن ثلاث اشخاص ساحب مسحوب عليه مستفيد الساحب ده اللي هو الشخص المدين اللي عليه فلوس المستفيد اللي هو الشخص الدائن اللي ليه فلوس المسحوب عليه في الكمبيالة وارد يكون شخصين اما بنك من البنك او يكون شخص طبيعي عادي خالص يعني انا مثلا كتبت على نفسك نبيالة وممكنك دعلك أقولك روح né صرفها من شخص معين انا سيبه عنده الفلوس يبقى ده شخص طبيعي اللي هو المسهوب عليه وممكنك üzerine اكتب على نفسك نبيالة أقولك روح أوصرفها من البنك يبقى انا كده حديلك يا بنك يا شخص طبيعي والبنك هو الشخص طبيعي بيتقلع لهم لفظ المسحوب عليه طيب انت شخص المستفيد المستفيد ده اللي هو الدائن اللي ليه الحق زي ما اشتريت منك عربية ومسداتش الفلوس فأنا كده مدين وانت دين فأنا هكتب على نفسي كمبيلة وسلم هي لك يبقى أنا المدين وانت الدين طيب يبقى هي كده عبارة عن ورقة تجارية تتضمن أمر من شخص بيسمى الساحب هيؤمر شخص آخر بيسمى المسحوب عليه هيؤمره بإيه بقى؟ بأن يدفع مبلغ معين من النقود يبقى أنا بأمر البنك أنه هيدفع لك مبلغ من الأموال مبلغ من النقود إمتى في بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من كتابة الكنبيلة أو بعد مدة معينة من الاطلاع يعني ايه أصلا بمجرد الاطلاع؟ يعني ممجرد ما تسلمها للبنك والبنك يبص كده في الورقة يروح يجايما يديك الفلوس دي اسمها بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع زي مثلا ما اتفق مع البنك يا بنك بعد ما تطلع على الكنبيلة وتمدع عليها أنها مقبولة ادينه فلوس بعد شهر يبقى أنا بعد مدة معينة من الاطلاع أو في تاريخ معين تصرف الكمبيالة من البنك في يوم معينة هاشبتك أن بيأتي بسبب تاريخ معينة تروح تصرف فيه الكمبيالة أو بعد مدة معينة من كتابة الكمبيالة ممكن اجلالك إيه؟ تعتلك تروح تصرف الكمبيالة دي؟ مثلا بعد شهر من كتابتها بعد عشرين يوم من كتابتها بعد سنة من كتابتها فأنا بحدد لك المدة طيب فيه بعد كده لأذنبقى طيب أنا بقى أمور لمن بقى؟ بقى أمور الهو失وب إنه يدفع مبلغ من الأموال في مدة معينة يعني التاريخ اللي إحنا قلنا عليه لإذن شخص ثالث بيسمى المستفيد اللي هو يعتبر أصلاً في النهاية هو حامل الكنبيالة يبقى ده التعريف بتاع الكنبيالة خدها بالسئلة خالص ساحب مصحوب عليه مستفيد ساحب بيؤمر المصحوب عليه إنه يدفع مبلغ من الأموال لإذن شخص ثالث اسمه المستفيد طيب فيه بعد كده الكنبيالة لما بديجي نعملها وقلت لك إنه هناك لها شروط شكلية وشروط موضوعية الشروط الموضوعية عندي أربع شروط عموماً لأربع شروط دولة ولاحظنا في أي عقد لما بديجي نكتبه لازم يكون لأربع شروط دول موجودين زي الرضا الصحيح محل الإلتزام الثابت بالكنبيالة سبب الإلتزام الثابت بالكنبيالة أهلية الإلتزام أولاً الرضا الصحيح لازم لما أجي أكتب عن نفسي كنبيالة أكون كاتبها بإرادة الشخصية من غير أي ضغط علي أنا كاتب الكنبيالة بإرادة الشخصية طيب لو واحد هددني مثلاً بسلاح اكتب على نفسك كنبيالة هل هناك رضاء صحيح؟ لا طبعاً ده هنا ما فيش أي رضاء خالص ده أنا هنا الرضاء بتاعي معيب لأن أصابه مثلاً إقراه لأن المفروض أن أكتب الكنبيالة على نفسي بإرادة الشخصية من غير أي إقراه علي طيب لو حصل أي إقراه زي مثلاً تهديد بسلاح يبقى ده عمرا ما يكون كنبيالة صحيحة وكنبيالة باطلة نمرة ثلاثة مرتبطين بعد المحل والسبب محل الكنبيالة مثلاً أنا عامل كنبيالة ليه؟ أنا عامل كنبيالة لشراء مثلاً عربية عشان اشتريت منك على ما تسددش فلوس اشتريت شقق وما تسددش فلوس يبقى دي حاجة مشروعة طيب ينفع يكون محل الكنبيالة يكون مثلاً مخدرات سلاح لا ده حاجات غير مشروعة فلازم يكون المحل والسبب بتاع الكنبيالة شيء مشروع خلي بالك السبب هنا هو أنا بعمل كنبيالة ليه؟ عشان أنا علي فلوس طيب إيه سبب الفلوس اللي أنا عملت بيني وبينك عقدة على الشراء مثلاً عربية فده السبب اللي خلاني كتبت على نفسي كنبيالة إذن لازم أن يكون هناك محل مشروع وسبب إيه؟ مشروع طيب رقم أربعة الأهلية وطبعاً أنت واختها في سنة أولى إن لازم الشخص عشان يمارس أي عمل تجاري لازم يكون كامل الأهلية طيب كامل الأهلية اللي هو متم السن القانون اللي هو 21 سنة طيب هل أقل من 21 سنة يجوز أنه هو يمارس أي عمل تجاري؟ قلنا لا ولكن لو عنده 18 سنة وأخذ إذن من المحكمة بممارسة الأعمال التجارية يجوز ساعتها أنه يمارس العمل التجاري لو عنده 18 سنة بس بشرط يعني هو تم الـ 18 يجوز أنه يمارس العمل التجاري ولكن بشرط يأخذ إذن منين من المحكمة طيب لو هو تم الـ 21 لا مش بحتاج إذن من المحكمة طالما تميت الـ 21 بنت تميت السن القانوني مارس العمل التجاري براحط طيب لو أقل من 18 سنة هل يجوز أنه يمارس العمل التجاري؟ لا طبعاً طيب ينفع يأخذ إذن من المحكمة ويمارس العمل التجاري؟ برضو لا طبعاً لب أنا عشان أمارس العمل التجاري أقل حاجة أكون تميت الـ 18 وأخذ إذن من المحكمة أو تميت الواحد وعشرين سنة وماخدش إذن من المحكمة دي الأهلية فلازم الشخص اللي هيجي يمارس العمل التجاري يكون كامل الأهلية كذلك لما تيجي تكتب الكنبيلة لازم تكون متم السن القانوني دي حاجة الحاجة التانية غير مصاب بأي عارض من عوارد الأهلية عوارد الأهلية في حاجات بتعدم الأهلية وفي حاجات بتنقص الأهلية زي مثلا الجنون المجنون أو المعتوه أو السفيه أو زلغفلة دول بيبقى أشخاص ناقصين أو منعدمين الأهلية ما عندهمش أهلية يبقى على فكرة ممكن واحد يتم السن القانوني اللي هو الواحد وعشرين سنة تمام بس مجنون ماينفعش يمارس عمل التجاري رغم أنه تم واحد عشرين سنة أيها بس مصاب بعارض من عوارد الأهلية طالعما مصاب بعارض من عوارد الأهلية لا يجوز أنه يمارس العمل التجاري يبقى دول الأربع شروط بتوعنا اللي هي الشروط الموضوعية الرضاء الصحيح والسبب والمحل والأهلية خلي بقى لك دول هتلاقيهم معانا في كل يعني برضو في السند الإزني في الكيم في الشيك في أي عقود من العقود اللي إحنا هنكتبها عموما أنت لما تكتب أي عائد شراء عربية لازم تكون متوفرة كل الشروط دي طيب ترك تداول الكمبيالة أنا قلت لك برضو إحنا ناخد تعريف عن بالمادة فأنا بجيب نقط من كل فصل كده بحيث تبقى عندك درية تم بكل المادة ترك تداول الكمبيالة عندي بتداول الكمبيالة عن طريق حاجتين حاجة اسمها التظهير وحاجة اسمها المناولة التسليم أو المناولة اليدوية تظهير هناخدها كمان شوية بتعريفها اللي هو بيان هنكتبه في ظهر الكمبيالة يبقى لازم نكتبه أما التسليم أو المناولة لا ده أنا بسلمك الحاجة بالإيد يعني مش أكتب حاجة على الكمبيالة هي ورقة الكمبيالة معي خد روح أنت أصرفها يعني أنا المستفيدة اللي كانت معي الكمبيالة أنا الحامل الكمبيالة لو هي مكتوب عليها لحاملها يعني أي حد يحملها فأنا مجرد مسلمة لأي حد ممكن أي حد يروح يصرفها ده لدرجة لو وقعت مني وحد لقاها في الشارع وخدها يروح يصرفها ده لو واحد سرها مني وخدها راح هيعرف يصرفها برضه وفيش أي مشكلة خالص لأنه مكتوب عليها لحاملها أما فيه نوع تاني من طرق التداول اللي هو التزهير لا التزهير ده يكون مكتوب على الكمبيالة لإذن شخص معين يعني أنا حددت اسم الشخص المستفيد اللي لازم أن يروح يصرفها فعشان حد غير المستفيد ده يروح يصرفها لازم يتعامل حاجة تزهير اللي بكتبه في ظهر الكمبيالة في ظهر الورقة من وراء بكتب تام تزهير الكمبيالة مثلا من شخص المستفيد اللي هو باسمه مظاهر إلى شخص المظاهر إليه يبدو طرق تداول الكمبيالة التزهير بقى هنأخذ التعريف بتاعه عبارة عن إيه التزهير هو بيان يكتب على ظهر الكمبيالة يفيد معنى النزول عن الحق الثابت بها لازم شخص آخر ويطلق على المتنازل اسم المظاهر ويطلق على المتنازل إليه المظاهر إليه إذن التزهير بيان بيكتب في الظهر بتاع الكمبيالة بعناه أو بيفيد المعنى بتاعه إننا بتنازل عن الحق الثابت في الكمبيالة من اسمي لاسم شخص ايه اخر انا كمستفيد تنازلت عن حسابي في الكنبيالة لحساب شخص اخر هو اللي يروح يصرفه وياخد الفلوس او يروح يصرفها ويجبها لي ايما يكون نوع التصهير لان انا عندي كذا نوع من التصهير في ناكل للملكية في تصهير توكيلي في تصهير على سبيل الرهن طيب يبقى كده التصهير انا بدي لشخص الكنبيالة هو اللي يروح يصرفها مكاني فانا بتنازل عن الحق اللي موجود فيها لسالح شخص اخر طيب طبعا فيه كده يبقى شخصين كده كان فيه شخص اسمه المظاهر وشخص اخر اسمه مظاهر يلي خلي بالك المستفيد هو اللي يظهر الكنبيالة فهيتغير اسمه من كلمة مستفيد الى كلمة مظاهر وبعد كده مظاهر اليه اول مثل لان المظاهر اليه الاول ممكن يظهره الواحد تاني يعني خلي بالك الكنبيالة مولد تتدول من شخص الاخر لعشرة مثل يبقى مظاهر مظاهر اول مظاهر ثاني مظاهر ثالث مظاهر رابع أيام ما يكون بقى احنا وصلنا النهاية لإيه لغاية ما تروح تتصير في الكنبيالة يبقى كده خلي بالك ساحب بيكتب على نفسه كنبيالة وبيؤمر المسحوب عليه إنه يدفع مبلغ من الأموال لحساب شخص آخر اسمه المستفيد والمستفيد ده وارد إنه هو يظهر الكنبيالة فبدلا ما يبقى اسمه مستفيد يبقى اسمه مظاهر ويظهر الشخص بعديه اسمه المظاهر إليه ممكن المظاهر إليه ده يظهره الواحد تاني بس من المظاهر إليه أول بيظهر المظاهر إليه ثاني وهكذا بالتدريج طيب فيه بعد كده الشروط الموضوعية للتظهير كذلك برضو لما تيجي تعمل تظهير هناك شروط موضوعية لازم أن تكون موجودة واحد أن يكون صادر عن إرادة حرة وعية نفس النظام اللي أنا قلته في الكبال لازم أن يكون الشخص كامل للأهلية هنا برضو لازم أن يكون صادر عن إرادة حرة وعية يعني اللي ظهر ظهر بإرادته الشخصية من غير أي ضغط عليه يعني ما فيش إكره حصل عليه لو حصل أي إكره يبقى تظهير بتاعنا تظهير باطل اتنين أن يكون لسبب ومحل مشروعين ظهرت الكنبيالة ليه؟ والله عشان أنا مثلا خدت منه عربية فأنا ظهرت له هو اللي روح يسري في الكنبيالة مقابل عربية اللي أنا خدته حاجة مشروعة إنما ينفع قوله أنا ظهرت له الكنبيالة عشان خاطر السلاح أو عشان خاطر المخدرات أكيد لا طبعا لديه شيء غير مشروع فلازم أن يكون لسبب ومحل مشروعين رقم 3 أن يصدر من شخص له الأهلية الكاملة لإجراءه تعال بقى عشان فيه نقطة هنا مهمة جدا لما بنيجي نعمل الكنبيالة في الأول أنا قلت لك 3 شروط أو تكلمنا عن 3 أشخاص ساحب نصحب عليه مستفيد قلت لك الساحب عشان يسحب على نفسه كنبيالة لازم أن يكون شخص كامل الأهلية متم السن القانوني ما جبتش وقتها سيرة خالص عن المستفيد لو لتلك أن المستفيد يبقى كامل الأهلية ولا نقص الأهلية ولا جبت السيرة خالص لماذا؟ المستفيد ده بياخد فلوس فمش مضرور في أي حاجة يعني عملنا كنبيالة لتصالحه هيستلم فلوس هو كده كده مش هيقصر حاجة ده هياخد فلوس يعني هيستفيد طيب يبقى هنا مش لازم أن يكون وقت كتابة الكنبيالة يكون شخص المستفيد كامل الأهلية مش هتفرق بالنسبة لي خالص اللي هي من يكون الساحب؟ طيب عند التظهير مين كده اللي هيتصرف في الكنبيالة؟ هل الساحب ولا المستفيد؟ وقت التظهير اللي هيتصرف في الكنبيالة المستفيد يبقى لازم وقتها يكون المستفيد كامل الأهلية يبقى المستفيد عشان يظهر الكنبيالة لازم أن يبقى زي زي الساحب وقت كتابة الكنبيالة لازم يكون متم السن القانوني وغير مصابة يعارض من عوارض الأهلية يبقى لازم عشان يمستفيد تظهر الكنبيالة تكون كامل أهلية تبفرد هو بيكتبها وقت كتابة الكنبيالة مع الساحب ما كانش كامل أهلية مش هتفرق بالنسبة لي بس لو حبي يظهر الكنبيالة لازم ينتظر لغاية الوقت ما يكون تم في السن القانوني اللي هو 21 سنة و18 سنة وياخد إذن من المحكمة طيب دي كانت سمها الشروط الموضوعية للتظهير صور التظهير أنا قلت لك أن التظهير كذا نوعه أنا ممكن أظهر لك الكنبيالة تروح أنت تصرفها من البنك وتاخد فلوسها ليك وممكن تروح أظهر لك الكنبيالة تروح أنت تصرفها من البنك وتجيب لي أنا الفلوس وممكن تاخد الكنبيالة ما تروحش تصرفها أصلا ده أنت أتخلىها معك رهنة يعني أكن أنا برهن الكنبيالة عندك خلىها عندك لو أنا ما سديتش الفلوس اللي عليها خد أنت الكنبيالة فأنا عندي ثلاثة أنواع من التظهير تظهير ناكل الملكية تظهير توكيلي تظهيري على سبيل الرعا التظهير اللي هو التام او الناقل للملكية بنق الحق السابت من اسمي لاسمك وانت اللي روح يعمل اللي انت عايزه التظهيري التوكيلي انا بظهر الكنبيلة ليك تروح تصرف الفلوس من البنك واجيبها لي يعني انا انا كنت باوكلك لي ان انت تروح تخلص لي اعمال معينة وتايه وتجيب لي الفلوس او تبيع لي حاجة معينة تجيب لي الفلوس هنا نفس النظام تروح تصرف الفلوس من البنك وتجيب لي أنا الفلوس توكيل أكيدني بيعمل لك توكيل طيب الثلاثة اللي هو التصدير على سبيل الره لأ أنا هنا بقى علي عليك فلوس فأنا بقول لك تبص أنا هزهر لك أنا معي كمبيلة أصرفها بعد سنة فأنا هزهرها لك على سبيل الره خليها معك ره لو أنا ما سددشي فلوس اللي علي الكمبيلة تحت ايدك روح أنت أصرفها واخد فلوسك يبقى كده دول اللي هو التلاث صور بتوع التصدير تعالى نعرف تعريف مثلا التصدير التام أو النقل للملكية هو نقل الحق الثابت بسق الكمبيلة من المظاهر إلى المظاهر إليه خلي بلك أنا هنا بنق للحق الثابت كله من اسمي لاسمك يعني أنت لاتستلم وأنت لاتاخد الفلوس وإنت لاتتمنك الفلوس إن اسمه التصدير على تصدير ناكل للملكية بنق الملكية كلها فيه بعد كده برضو التصدير التوكيلي التزيير التوكيلي هو التزيير على سبيل التوكيل يعني أنا بوكلك مش أكتر ولا أل هو التزيير الذي يتم بمقتضاء نقل حياسة الكمبيلة إلى المظاهر إليه بقصد تحصلها إمتى هتروح تحصل للكمبيلة وجيب لي فلوس فقط لغير مش هتتملكها أيما يكون بقى أنت هتعمل العمل ده وتعمل تطوعي عمل العمل ده مقابل أجرة تأخذه مثلا ممكن لك روح تصرف للكمبيلة وهديك عمولة أو أديك أجرة أجرة مثلا وممكن يكون عمل تطوعي أنت راح تصرف للكمبيلة مثلا ما بين أب وابنه فالابن راح يصرف للكمبيلة لأبوه فهنا هو ظهرها له على سبيل التوكيل فهو يروح يصرفها ويجيب لأبوه الفلوس يبقى ده اسمه التزيير التوكيلي فيه بعد كده اللي هو التزيير على سبيل الره اللي هو تقديم الكمبيلة إلى شخص أدائن المرتهن كضمان لدين على المدين الراهن هنا بقى أنا بقدم لك كمبيلة ضمان لدين علي أنا علي فلوس ليك بس أنا مش معايا دلوقتي أسدد لك الفلوس اللي علي فقلت لك بص الفلوس زي أنت هتستلمها مني مثلا بعد سنة سنتين قلت لها مضمناكش أنا عايز أضمن فلوسي أعمل إيه قلت لها خلاص أنا معايا كمبيلة ليه حق فيها بس هستلمه مثلا بعد سنة فقلت لك خد الكمبيلة وخليها معاك رهن لو أنا ما سددتش الفلوس اللي علي معاك كمبيلة يبقى أنك ضمانت الفلوس بتاعتك زي مثلا برهن لك عربية أو برهن لك شقة خلا معاك رهن مثلا لو أنا ما سددتش العلية يبقى العربية تحتيدك يبقى أن تضامن فلوسك نفس النظام فيه التظهير اللي هو على سبيل الرهن طيب كتبت على نفس كمبيلة طب ايه اللي يضمن لك أنت لما تروح تصرف كمبيلة تلاقي الفلوس ايه اللي يضمن لك أن الكمبيلة صحيحة يبقى هناك ضمانات لشخصة المستفيد بيضمن فيها أن الكمبيلة صحيحة أو أن الكمبيلة لما يروح يصرفها يلاقي الفلوس بتاعتها ليلها موجودة طيب ايه بقى الضمانات قاله عندي ثلاث ضمانات واحد مقابل الوفاء وهن يعرف يعني اثنين القبول ثلاثة تضامن الموقعين بالوفاء بكيمة الكمبيلة يبابين عندي تلات ضمانات ضمانة بتتكلم عن مقابل وفاء اللي هو هنعرف كمان شوية اللي هو المبلغ من الأموال الجشفية نكونا موجود في البنك اللي هو المفروض بتاع الساحب اثنين الكبول كبول اللي هو لما تودي الكيمبيالة للبنك والبنك هل هو حاجة موقع عليك كلمة مأبولة يقول لك أنا إبلت الكيمبيالة و طبعا أول اما البنك بيكتب على الورقة الكيمبيالة أو الشيك أو السند أي ما يكون يعني كتب عليك كلمة مقبولة يعني كده وافق عليها على فكرة الشيك مش هيبقى فيه كلمة كبول لان الشيك بيدفع بمجرد الاطلاع يعني مجرد ما البنك يطالع عليه بيدفع الفلوس على طول لان مالوش مدة معينة بنتفع عليها اما الكنبيالة احنا ممكن نتفع على مدة معينة بمجرد الاطلاع او بعد مدة معينة من اطلاع او في تاريخ معين او بعد مدة معينة من كتابة الكنبيالة ايا ما يكون فهنا انا ممكن اود الكنبيالة للبنك البنك أولا ما يكتب عليك كلمة مقبولة كده معناتها أن الساحب كويس معي وعنده حسنية وتعامل معي كويس جدا وفعلا طلع ليه فلوس في البنك وأنا كده ضمنت الفلوس لأن البنك تلا ما وقع عليها بالقبول معناتها أن البنك بيقول لها أنا موافع هديك الفلوس ده في المعاد المتفق عليه ساعت على فكرة الساحب بيخرج برا الموضوع خالص يبدأ العلاقة كده بيني وبين البنك في عندي تضامن الموقعين بالوفاء بكلمة الكنبيالة لا خلي بالك كل اللي بيوقع على الكنبيالة ضامن لها يعني كل ما هو أي شخص ها يوقع على الكنبيالة هيمدع عليها ضامن لها يعني الساحب مضى عليها لو قلنا مثلا مستفيد ده ظهارة فبقى اسمه مظاهر والشخص أخرس مظاهر إليه أول وفيه مظاهر إليه ثاني كل دول مضوا صح؟ يبقى كل دول ضامنين للكمبيالة يعني أنا لو مثلا أنا آخر شخص بقى اللي هو حامل الكنبيالة لو رحت أصرف الكنبيالة وما لقيتش فلوس أرجع على أي واحد من الموقعين لأن أي واحد من الموقعين يعتبر إيه ضامن للكمبيالة طيب فيه بعد كده هناخد بقى تعريف مقابل الوفاء إيه هو بقى الضمانة الأولى اللي هو مقابل الوفاء يعني إيه كلمة مقابل الوفاء هو الدين للنجد الذي يكون للساحب طرف المسحوب عليه نتيجة علاقات بينهما خارجة على الكنبيالة وصابقة عليه مبلغ من الأموال بيكون للساحب عند المسحوب عليه يعني مبلغ من الأموال للساحب سيبوه عند المسحوب عليه نتيجة علاقة بينهما بس علاقة ما لهاش علاقة بالكنبيالة يعني فيه علاقة ما بين الساحب وشخص البنك أو شخص الطبيعي اللي هو المسحوب عليه فيه علاقة ما بينهم خارجة خالصة على الكنبيالة ما نهمش علاقة خالصة بموضوع الكنبيالة أنا مثلا قبل ما يبع علي ديون لحد جان معي مبلغ من الأموال رحت حطيته في البنك فالمبلغ اللي أنا حطه في البنك ده فلوسي هل كان فيه كنبيالة عليه لا يبقى أنا كده ما ليش علاقة بالكنبيالة خالص ده أنا حطت مبلغ من الأموال اللي هي عادي في البنك بعد ما حطيت مبلغ من الأموال مثلا سنة سنتين كتبت على نفس الواحد كمبيالة طب أنا هيسه في الفلوس منين؟ من الفلوس اللي أنا حطيتها فين؟ في البنك طب الفلوس اللي في البنك دي باسمها إيه؟ مقابل الوفاء مبلغ من الأموال بتاع الساحب هو حطه عند المسحوب عليه بس الموضوع الفلوس اللي أنا كنت حطيتها دي ملهاش علاقة بموضوع كمبيالة خالص ما كانش ليه علاقة أصلا بموضوع كمبيالة إن كان لسه موضوع كمبيالة ما حصلش يبقى هنا هو الدين النقدة الذي يكون للساحب طرف المسحوب عليه نتيجة علاقات بينهما خارجة عن كمبيالة وصابقة عليها طيب قلت لك بردو تاني دم أنا القبول ايه هو القبول؟ هو تعهد المسحوب عليه كتابتهم بالوفاء بالكيمة الكمبيالة في معادل استحقاق هنا بقى القبول يعني البنك أو الشخص الطبيعي أنا قلت لك أن هنا المسحوب عليه في الكمبيالة ممكن يكون شخص طبيعي وممكن يكون البنك هنا البنك أو الشخص الطبيعي مضى عليها بالقبول معنتها انه هو تعهد انه هيدفع مبلغ الكيمبيالة في معادل استحقاق لشخص المستفيد يعني كده معنى ان البنك مضى انه هو بيتعهد انه يدفع لي الاموال في المعادل المتفق عليه طيب فيه بعد كده انا روح تصرف الفلوس من البنك البنك اللي ملكش فلوس ومرضاش الديني فلوس لو رجعت على الساحب وقلت له هاتلي الفلوس الساحب يقول لي انت خدتهم البنك لو عدت احلف وقل له لا ما خدت شوي والكلام ده كله هيقول لي مثلا انت كده ما حصلش انت خدت الفلوس انت كده بتنصب علي طب اعمل ايه عشان ما يحصلش مشاكل بيني وبين الساحب من اوارد فعل ما روح حصل الفلوس البنك البنك ما يدهاش ليا لو طلعت على الساحب يقول لي لا لا انت خدتها بس جاي بتنصب علي تكده عايز اخد الفلوس موريتين طب ايه الحل عشان ما يحصلش مشكلة بين الساحب وشخص المستفيد القانون اشترط على شخص المستفيد لو انت روحت البنك والبنك مدكش الفلوس ماينفعش رجع الساحب على طول امال اعمل ايه قال لي روح اعمل حاجة اسمها بروتوست وعدم الدفع بروتوست وعدم الدفع ده فيما معناه ان انا بروح الاسم اعمل محضر بيجي معي امين شرطة مثلا بيروح على البنك ومعناك كنبيلة وبيطلب من البنك ان البنك يسدد الفلوس البنك برضو يروح جاي راجعين على الاسم تاني وعملين محضر بالواقع اللي حصلت ان فعلا البنك رفض ان هو يسرف فلوس الكنبيلة يبقى هنا بينسميها بروتوستو عدم الدفع يبقى بروتوستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يثبت فيها الحامل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في معادل الاستحقاق ورقة بنسبة فيها ان شخص المسحوب عليه اللي هو البنك رفض ان هو يدفع الفلوس في معادل استحقاق اللي كان متفق عليه طيب فيه بعد كده السند اللي حامله طيب ايه هو احنا خدنا كده الكنبيلة وخدنا تعريف عنها والشروط بتاعتها فيهمناها شوية احنا بعد كده طبعا هنتكلم عن الكنبيلة والسند والشيء بالتفصيل بس احنا النهار ده قلنا بنعمل يعني تعريف في المادة كده طيب السند اللي حامله بقى ايه هو السند ده هو ورقة تجارية يتعهد محررها بان يدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطراع او في تاريخ معين او بعد مضي مدة من تاريخه لمن يحمل الورقة خلي بالك بقى في السند اللي حامله او السند الازني هناك شخصين بس مش تلاتة في الكنبيلة كانت ثلاث اشخاص ساحب مسحوب عليه مستفيد اما في السند اللي حامله انا هتكلم عن شخصين شخص بيتعهد اللي هو يعتبر الساحب اللي هو بيسحب الفروق بيكتب سند على نفسه بيتعهد ان هو بيعمل وراء كده بيتعهد ان هو يدفع مبلغ من اموال لشخص اخر اسمه المستفيد يعني خلي بالك المستفيد لما ياخد السند لما يجي يصرفه يصرفه من الساحب يعني هنا لو لو اتكلمنا كده بشكل عام هتلاحظ ان الساحب هو اللي بيكتب عن نفسه كمبيلة وهو اللي هيصرفه كمبيلة يعني اعتبر الساحب او الشخص المدين هيعتبر ساحب ويعتبر مسحوب عليه يعني هنا يعتبر هو شخصين في شخص بيكتب عن نفسه كمبيلة وهو اللي هيصرفه السند فهنا بنقول عليه السند لازني تعهد الساحب انه يدفع مبلغ من الاموال في معاد معين لشخص بيسمى المستفيد يبقى هنا طرفين وليس ثلاث اطراف طيب الشخص الساحب هنا طبعا اللي هو شخص المدين عارف الموضوع بممثله زي مثلا واحد كتب عن نفسه وصلة امانة انا بكتب عن نفسه وصلة امانة انا لعليك فلوس ومفروض ان انا ستزالك في معاد معين فطبيعي ان انت بتاخد الواسط ده تخليه معاك واو لما يجي المعاد ناس بنا سددت لك الفلوس واللي هترفع عليها دعوه بواسط الامانة نفس النظام سند الازن دوت انا بتعهد ان انا هدفع لك فلوس في معاد معين انت المفروض تجيلي انت المستفيدة هتاخد من السند دوت وفي معاد معين المفروض دي يجي تسلمه لي وتقوى دي كان لإيه الفلوس دوت اللي هو السند اللي حامله خليب لك السند اللي حامله يعني اي حد يحمله يعني اي حد ممكن يجي تسرفه لانا كتبه اللي حامله ما كتبش كلمة لإذن او لأمر شخص معين لو كتبت كلمة لإذن او لأمر معناتها ان انا حددت مني اللي هيجي تسرف مني السند اما لما كون بقولك لحامله يعني اي حد يحمله طيب السند الإذن او لأمر هو صق يتعهد محرره بان يدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او بعد مضي مدة من تاريخه لإذن شخص اخر هو المستفيد هلأ بقى السند الإذن او لأمر زي او زي السند اللي حامله بس هنا ايه انا قلت ايه لإذن شخص يعني انا حددت الشخص اللي هيجي يسرف السند بالزبط هو مين ما يفعش حد في غيره يبقى ده الفرق ما بين اللي حامله او لإذن شخص او لأمر ايه شخص طيب فيه بعد كده الشيك بصوا عشان الشيك مختلف عن الكنبيالة وعن السند بس اختلافات بسيطة بس مهمة جدا يعني اختلافات تبطل الشيك يعني لو مثلا الاختلافات دي هماخدناش بنا منها وعملناها في الشيك تبطل الشيك وساعتها يتحول الى سند لأمر او سند اذن او يتحول لكنبيالة او يتحول ورقة مدنونية عادية ملوش لازمة انه ميتقلش على الشيك طب ليه هنعرفها دلوقتي من التعريف تعريف الشيك هو ورقة تجارية تتضمن امر من شخص يسمى الساحب بردو خلي بقى الشيك فيه تلت اشخاص ساحب مصحوب عليه مستفيد ساحب مصحوب عليه مستفيد بس فاكر لما قلنا في الكنبيالة ان المصحوب عليه ممكن يكون شخص صبيعي او بنك انما في الشيك لازم يكون الشخص المصحوب عليه بنك من البنوك يعني انت مفقعش تروح تصرف شيك من شخص صبيعي لازم عشان تصرف شيك تصرفه من شخص البنك لازم يكون بنك يبقى الشيك هو ورقة تجارية تتضمن أمر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه يكون بنك من البنوك بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغ من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل للشيك يبقى خلي بالك هنا الشيك عبارة عن ورقة تجارية من الأوراق اللي احنا قلناها عشان احنا قلنا الأوراق التجارية من ضبناها الشيك بـ هذا ضمن أمر من شخص يسمى الساحب إني هيؤمر شخص اللي هو المسحوب عليه اللي هو لازم المسحوب عليه يكون بنك من البنوك إنه هيدفع مبلغ من الأموال بس قال لي إيه إمتى بمجرد الاطلاع إيه دا؟ يبقى كده فيه اختلافين ما بين الشيك والكمبيالة كان الكمبيالة المسحوب عليه ممكن يكون بنك أو شخص طبيعي أما في الشيك لازم أن يكون بنك من البنوك في الكمبيالة أنا كنت ممكن أحد كذا معاد بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة بالطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من كتابة الكنبيالة لا في الشيك بمجرد الاطلاع بس يعني الشيك ما فيش تاريخ هيتحط في الشيك التاريخ اللي أنا بكتبه بس في الشيك تاريخ كتابة الشيك فقط لغير إنما تاريخ الاستحقاق ما فيش حاجة اسمها تاريخ الاستحقاق في الشيك لأن تاريخ الاستحقاق في الشيك اللي هو بمجرد الاطلاع بمجرد ما بسلم البنك الشيك ويبص يدفع الفلوس على طول يبقى خلي بالك ده الاختلاف بين الشيك والكنبيالة يبقى ورقة تجارية تضمن أمر من شخص يسمى الساحب هي أمر شخص يسمى المصحوب عليه إنه يدفع مبلغ المصحوب عليه هو بنك من البنوك إنه يدفع مبلغ من أموال بمجرد الاطلاع إلى شخص مثالس بيسمى المستفيد وخلي بالك برضو الشيك لازم يكون متضمن مبلغ من الأموال ما ينفعش أكون كاتب في الشيك أي شيء آخر غير الأموال يعني ينفعش أكتب عربية شقة أرض ما ينفعش أكتب لنا عليك عربية أو شقة أو أرض لازم أكتب لنا عليك فلوس مبلغ معين وطبعاً زي ما احنا قلنا في التعريفة على أوراق التجارية لازم يكون مبلغ نجدي واحد طيب فيه بعد كده مقابل وفاق الشيك ايه هو مقابل وفاق الشيك؟ على فكرة مقابل وفاق الشيك هو هو نفس الكلام اللي احنا قلنا برضو في الكيمبيانة هو الدين للنجدي مستحق الأداة الذي يكون للساحب في زمة البنك المسهوب عليك المبلغ من الأموال اللي هو بتاع الساحب اللي هو موجود طرف البنك المبلغ من الأموال اللي هو موجود عند البنك طيب الشروط الواجب توفرها في مقابل وفاق الشيك؟ تعال بقى مقابل وفاق بتاع الشيك ده فيه شروط واجب توفرها فيه لأن الموضوع مختلف شوية عن الكيمبيانة فيه شروط واجب توفرها في المقابل وفاق اللي هو المبلغ من الأموال بتاع الساحب اللي موجود عند البنك واحد، توفر مقابل وفاق وقد الزار الشيك اشمعنا ما قلتش كلام دوت في الكنبيالة لسبب بسيط في الكنبيالة أنا ممكن أقول لك إن الكنبيالة دي مستحقة بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة الاطلاع أو في تاريخ معين فإنك هتبتلك الكنبيالة النهاردة كده كده أنا يقول لك هتروح تصرفها بعد السنة فمش لازم أن يكون المقابل وفاق بتاع الكنبيالة موجود حالياً في البنك ممكن يبقى متوفر بعد 9 شهور 10 شهور 11 شهر المهم يكون متوفر قبل يوم الاستحقاق إنما بالنسبة للشيك لو كتبت النهاردة شيك لازم يكون مقابل وفاق موجود النهاردة لأن المقابل وفاق لو مش موجود النهاردة هي بوقتها هتبقى جريمة اسمها جريمة إصدار شيك بدون رصيد يعني لازم يكون لما بكتب على نفس شيك يكون المقابل بتاع المقابل وفاق بتاع الشيك موجود في نفس اليوم في البنك لشان لما تروح تصرفه تلاقي الفلوس لأن لو رحت تصرفه ما لقيتش ليه رصيد هي بسعتها جريمة اسمها جريمة إصدار شيك بدون رصيد يبقى واحد توفر مقابل وفاق وقت إصدار شيك اتنين أن يكون مقابل وفاق مبلغ من النقود طبعا مقابل لازم يكون ليه عند البنك ايه فلوس ينفع مثلا ليه عند البنك شقة ليه عند البنك أرض ليه عند البنك عربية لا طبعا لازم يكون مقابل وفاق ليه عند البنك عبارة عن ايه عبارة عن نقود مبلغ نجدي رقم 3 أن يكون مساوين على الأقل لكيمة شيك بص أنا كتبت شيك على نفسي بعشر تلاف يبقى على الأقل لازم أن يكون ليه في البنك كام عشر تلاف ليه عشر ليه عشرين ليه مية مش هتفل عندنا إنما ما ينفعش يكون ليه أقل من عشر تلاف لأن كده المبلغ بتاع الشيك اللي أنا كتبه على نفسي مش موجود في البنك ساعتها برضا تبقى جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لأن المقابل اللي موجود في البنك غير كافي للورقة بتاعة الشيك فلازم أن يكون مساوى على الأقل للايه لمبلغ الشيك أو لكيمة الشيك رقم 4 أن يكون قابل للتصرف فيه بطريقة سحب شيكات طبعا لازم يكون فيه علاقة بيني وبين البنك أنا متفق معاه إن أنا ويريد المبلغ اللي أنا حطه ده أصرفه عن طريق دفتر شيكات أو عن طريق شيكات يعني طبعا أنا مش معقولة أي حدا يروح يحط فلوس في البنك بيبقى معا دفتر شيكات لا طبعا في الغالب اللي بياخد دفتر شيكات بيبقى اللي هو إيه بيعتمد على الأعمال التجارية كتير لأيه طبعا بيتم بين الشركات التجارية وكلام ده كله لأنها أعمال بتعتمد على السرعة فدول دايما ما يحطوا رصيد في البنك بيبقى دايما معهم اللي إيه معاهم اللي هو الشيكات ده اللي هو الشركات يعني أو رجال أعمال مثلا اللي أعمالهم أعمال تجارية إنما شخص عادي حط فلوس بوضيعه مثلا في البنك أو مبلغ من الأموال طبيعي البنك ما بيدوش إيه دفتر شيكات فأنا لازم عشان أكتب على نفس الشيك وإنت تروح تصدره يكون الفلوس اللي في البنك دي أنا متفق مع البنك إن هي واردة تسحب عن طريق إيه شيكات طيب أركام جريمي بقى أصدر شيك بدون رصيدة أنا أقول لك إحنا ممكن نصدر جريمة أنا ممكن أصدر ليك شيك أدهولك أكتب على نفس الشيك وأدهولك إنت تروح تصرفه إما المقابل وفاق يعني أقل من مبلغ شيك أو لما تروح ما تلاقيش الفلوس فساعتها كده تبقى جريمة تسمى جريمة إصدار شيك بدون رصيد طب إيه أرقان الجريمة على فكرة أرقان الجريمة دي اللي هو الأرقان الفعل اللي أنا عملته اللي هو ركن مثلا مدي ركن معنوي لإن إحنا إن شاء الله هتأخذها في القانون المدني أطبع عارف إن أي جريمة لها ركنين أساسيين طبعا الجريم فيه جريم لها أكتر من ركنين بس فيه ركنين دايما سبتين موجودين معنا ركن مدي اللي هو الفعل اللي أنا قمت به وركن معنوي اللي هو القصد الجنائي ركن مدي مثلا زي إيه الفعل اللي أنا عملته اللي أنا هنا مثلا الفعل اللي أنا عملته اللي أنا أصدرت الشيك بدون رصيد ده الفعل المدي أو زي مثلا لو قلنا جريمة سرقة إيه الركن المدي اللي أنا خدت الفلوس سرقت الفلوس زي جريمة القتل إيه الركن المدي إن أنا ضربت إنسان حي وفمات طب دي ركن الأولاني فيه ركن تاني اللي هو الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي اللي انا عارف ان انا بعمله غلط ومع ذلك اتجأت اردت ان انا اعمله يعني انا عارف ان انا هصدر شيك وانا مريش رصيد في البنك ومع ذلك اتجأت اردت ان انا اصدر شيك رغم ان انا عارف ان انا مريش رصيد في البنك انا عارف مثلا في جريمة سرق عارف ان المال دوت مش مالي وعارف لو انا خطه طبق سرق وبرضو اتجأت اردت ان انا سرق عارف ان الشخص دوت مش من حق ان انا اقتله فده بنسميه الركن المعنوي يبقى عندي ركنين مادي وركن ايه معنوي طيب تعالا بنقول الأرقام بتاعة الشيك أصلا اصدار الشيك بدون رصيد الأرقام واحد أن يريد الفعل الموثم على شيك مطابق لحكم قانون التجارة أولا لازم أن يكون شيك مطابق للقانون يعني شيك زي ما القانون قال بالزبط مكتوب زي ما القانون قال بالزبط مش ورقة كده خارجاني جايبها من نوسط كاشكولو لو حتي جاي كاتفها أنا عملت على نفس الشيك والكلام ده كله لا طبعا ده لازم أن يكون ايه وفقا لدفتر الشيك هات وفقا لمعمول زي ما القانون قال بالزبط طيب التين ودي أهم حاجة اصدار شيك أو تاني الركن من الأرقام لازم أن يكون أصدار الشيك خلي بالك والموضوع مش بالنية يعني مثلا أقول لك ايه أنا نية أن أكتب لك شيك على فكرة ماشي فين فأنت ترفع لها دعوة تقول ده مركش رصيد في البنك لا طبعا أنا أهم حاجة لازم أن يكون أصدار الشيك بالفعل يعني كتبت على نفس الشيك فعلا إنما أنا مليش دعوة بالنية اللي جوايا ايه أو أنا نية أن أنا هعمل شيك لا لازم أكون عملت الشيك فعلا رقم ثلاثة ودي ركن مهم جدا عدم وجود مقابل الوفاء لازم طبعا عشان أقول جريمة تصدار شيك بدون رصيد ما يكونش موجود مقابل الوفاء في البنك يعني أنت لما روحت تصرف ما لقيتش ليا ايه رصيد أربعة الركن المعنوي ودي أهمهم اللي هو القصد الجنائي إن أنا عارف إن أنا مليش رصيد في البنك ومع ذلك اتجت إرطتي إن أنا أصدر شيك بدون رصيد يعني أنا عارف إن أنا بعمله غلط وعارف إن أنا لو أصدرت الموضوع دي كده مليش رصيد في البنك ومع ذلك اتجت إرطتي إن أنا أعمل إيه إن أنا أصدر شيك وأنا مليش رصيد دي كده كانت الأرقام بتاع جريمة إصدار شيك بدون إيه رصيد طيب وترك برضو ان احنا نتكلم في قانون التجاري عن مجموعة عقود زي عقد النقل عقد السمسرة عقد الوكالة عقد النقل دوة عبارة عن اتفاق يلتزم بمقتضاء الناقل بان يكون بوسائله الخاصة بنقل شخص او شيء الى مكان معين مقابل اجرى او مقابل اجر او اجرى هنا عقد النقل هو اتفاق ما بين شخصين شخص الناقل وشخص المنقول ايه او شخص بسمى المرسل وشخص المرسل ايه طبعا فيه نقل في النص طبعا يعني فيه مثلا مرسل ومرسل ايه وفيه نقل هو اللي ينقل البضاعة فانا بروح اتفق على شخص نقل عنده وسائل معينة زي عربية زي يوتوبيس زي باخيرة زي طيارة هينقل لي مثلا بضاعة او اشخاص من مكان الى اخر انا عندي شركة وعندي موظفين في الشركة فبتفق مثلا مع صاحب اتوبيس انه هين اللي الموظفين بتوعي من البيوت بتاعتهم لغاية ايه مقر الشركة فبقا اعمل بينه وبينه عقد بيسمى عقد الايه النقل يبقى ده عقد النقل اتفاق يلتزم المقتضاء شخص الناقل بان يكون بوصيله الخاصة بنقل شخص او شيء الى مكان معين مقابل ايه اجرى اجرى طيب في كذلك برضو عقد بيسمى عقد الوكالة خليبا لكم احنا العودة هناخدها بالتفصيل وهناخد التزامات كل اطراف اللي موجودة فيها يعني والخاصائص بتاعتها بس احنا قلنا لا تعريف عن بالمادة عقد الوكالة هو عقد يتعاهد بمقتضاء الوكيل بان يجري باسمه تصرفا قانونا لحساب الموكل مقابل اجرا يطلق عليه العمولة انا هنا عقد بمقتضاء يتعاهد شخص اسمه الوكيل انه هيجري باسمه تصرفا قانونا لشخص اخر اسمه الموكل خلي بالك الموكل ده هو الصاحب كل شيء بيعمل عقد وكالة بينه وبين شخص اسمه الوكيل الوكيل ده بيبقى وكالة عن الموكل يروح مثلا يبيع له شقة يبيع له ارض انا مثلا عايز ابيع العربية بتاعتي بس مش عندي وقت ان انا اروح ابيع او عايز مثلا ابيع الارض بتاعتي او عايز اشتري حاجة معينة بس مش فاضي ان انا اروح اشتريها فبقى اعمل عقد وكالة بيني وبين شخص اسمه الوكيل انه هو يروح يتصرف ويقوم بأعمال قانونية لصالحي انا وباسمي انا فده عقد ايه الوكالة وطبعا هناخده بالتفصيل خصائص العقل والتزامات كل من الوكيل والموكل فيه بعد كده اللي هو عقد السمسرة عقد السمسرة هو عقد يتعاهد بمجتداء شخص يسمى السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لابرام عقد معين والتوسط في ابرام بص بقى في عقد السمسرة السمسار هنا دوره كله انا بكتب بيني وبين السمسار عقد دوره هنا مش مش مثلا عايز اشتري عربية فهو اللي هيعمل عقد البيع العربية لا طبعا هو انا عايز عربية معينة موديل معين يعني فمش عارف اوصل للعربية دي ومش فقد ان انا ادور عليها او عايز شقة معينة بمواصفات معينة وفي منطقة معينة بس انا معرفش فين شواء الفاضية اللي انا ممكن اشتريها في المكان ده فباروح اعمل عقد بيني وبين شخص بيسمى السمسار باتفق معا ان هو هنعمل عقد يعني مع بعض ان هو هيدور لي ويبحث لي عن الشقة او العربية بالمواصفات اللي انا عايزة طب دور السمسار يعمل ايه؟ هيبحث ويجيب للعربية او يجيب للشقة طيب هل يحلاقه بقى بالعقد اللي هو بتاع الشقة؟ نه طبعا هو دوره كله يبحث لي عن الطرف الثاني اللي انا هيخد منه العربية او اللي انا هيخد منه شقة السمصار جاب للطرف التاني عملت العقد بينه وبين الطرف التاني مثلا عقد شراء عربية أو عقد شراء أرض كده دور السمصار انتهى وخلص ملوش علاقة بالموضوع كده دوره انتهى يبقى ده عقد السمصار هو عقد أولاني ملوش علاقة بالعقد التاني هو العقد أولاني بيتم اتفاق بينه وبين السمصار عشان اعرف اعمل العقد التاني يعني هو مش بيعمل العقد التاني على فكرة مش هو اللي بيكتب عقد بيع العربية ولا الأرض لا ده هو دوره بس يوصلني للطرف الثاني مش اكتر ولا اقل يبقى عقد السمسرة عقد يتعاهد بمقتضاء السمسار لشخصهم البحث عن طرف ثاني لابرام عقد معين والتوسط في ابرامه طيب فيه بعد كده قلتلك برضه هنتكلم عن موضوع الشركة وهنفرق ما بين الشركة مثلا الجمعية شركات تجارية شركات مدنية ايه هي الشركة عموما الشركة هو عقد بمقتضاء يلتزم شخصا او اكثر بان يساهم كله منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال او من عمل لاكتصاب ما قد ينشع عن هذا المشروع من ربح او خسارة بص بقى الشركة هنا فيها شخصين او اكتر خلي بالك ما ينفعش اعمل شركة الوحدي يعني فيها الشركة بقى فيها شخص واحد الشركة شخصين فاكثر اتنين تلاتة اربعة عد بعد كده براحتك بسمي حاجة ما يكونش اقل من ايه من شخصين الشركة دي احنا بنتعاد مع بعض ان كل واحد فينا هيساهم اما بمبلغ من الاموال او بمجهود يعني كل واحد هيقدم حاجة انا ممكن اخش شريك في شركة بالفلوس بتاعتي وانت تخش بالمجهود يبا احنا كده شركاء مع بعض كل واحد فينا اقدم حاجة طيب في النهاية احنا عايزين ايه ان احنا هنتقاسم سواء حققت ارباح يبنا تقاسم الارباح او لو حصل خسائر فانحنا الاتنين لو حصل خسائر يبا احنا الاتنين هنتحمل الخسائر وانشلها مع بعض هو ده الشركة يبا الشركة طرفين يعني شخصين فاكثر كل واحد فيهم هيقدم مشروع مثلا هيقدم مثلا جزء من اموال او هيقدم مجهود يعني في واحد مثلا انا هخش معاكم في الشركة هنعمل شركة مع بعض انا داخل بالفلوس واني واحد يقولك طيب وانا هخش بالادارة انا الهدير وانا الاب مسؤول عن كل حاجة واحد تاني يقولك انا هجب بداعة وهكذا طيب يبا هو عقد بمكتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال من مال او من عمل لاقتصاد ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة طيب وكده دي تكون عملنا ملخص عام لمادة القانون التجاري وان شاء الله في الحلقات القادمة هنشرح كل شيء بالتفصيل ونشرح سواء التيرم الاول او التيرم التاني وكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته